بسم الله الرحمن الرحيم السودان يتعرض لكارثة إنسانية كبيرة سودان عنده حرب ولكن كمان النهاردة عندهم أمطار وسيول وفيضانات من يوم السبت ومستمرة لحد النهاردة صباحا في أكتر مئة ألف مشرد من عشر ولايات ضربتها السيول والفيضانات نتكلم على القرى أكتر من سبعين قرية تم تدمرها بالكامل خلال الأيام الماضية فيضانات هائلة ضربت عشر ولايات في السودان وضع سيء جدا في السودان هناك تحذيرات شديدة أنه كمان أمطارها تزيد خلال الفترة القادمة انهيار سد أربعات والانهيار ده أدى السد اللي هو قدامنا سد طبعا انهار ماء في ظل مياه وأمطار غير مسبوقة فيضانات غير مسبوقة أدت لي المشاهد اللي احنا بنشوفها يتعرض السودان إلى كارثة حقية يتطلب التدخل ومساعدة السودان الناس اللي هربوا من الحروب لقدامهم كمان الأمطار والفيضانات نتكلم على أكتر من مئة ألف واحد ليس لهم مأوى الآن موجودين زي ما نقول كده زي ما حالكم بتشوفوا كده لأنه قرى بتاعتهم بالكامل قرى بتاعتهم بالكامل غيرئة من جراء الفيضانات والسيول وضع طبعا صعب جدا فيها السودان فيش كهرباء فيش أي وسائل إلا يعني وسائل حتى النقل حتى الخيام اللي كانت خاصة بالإيواء والإغاسة زي ما احنا بنشوفها غيرئة كمان فنبقاش عندهم أي مكان النهاردة زي ما حالكم بتشوفوا كده ده الوضع اللي موجود في الولايات في السودان سواء ولاية البحر الأحمر أو ولاية شرق السودان وفيه 7-8 الولايات تانيين أيضا تعرضوا لهذه المأساة في القولة عفتاح البرهان أو المبارح راح عمل جولة وزيارة بيتابع الناس وأحوال الناس طبعا وضع صعب جدا بيشوفوا في السودان وطبعا محتاجين مواد غاسية محتاجين أدوية محتاجين إعاشة محتاجين خدمات محتاجين رعاية محتاجين يعني دعم جبير جدا طبعا لحد الواتي وضع صعب بيبحثوا عن عشرات ربما مئات المفقودين نتكلم أكتر من 100 ألف واحد حتى الآن مشردين نتكلم على كارثة كبيرة جدا تتعرض لها السودان على مدار الإيام الماضية والأمر الأدى أن الأم المتحدة بتتكلم على هذه المأساة وطلبت بها التدخل وأيضا دعم الشعب السوداني في هذا الوضع